موسيقى لم يخطر ببالي الأزواج أنهم سيضطرون لقضاء عطلة قصرية في منازلهم بعيدا عن الشوارع والمقاهي وأماكنهم المفضلة الحجر الصحي فرض على الأزواج قضاء ساعات طوال مع بعضهم البعض بما قد يتسبب ذلك من ضغط نفسي وفتنة قد تنتهي ببعضهم أمام محاكمي الأسرة بالنسبة للطلاق حقيقة أن وحد الوقت خصوصا في الفترة للحجر الصحي لصادفة 20-03-2020 كانت المحاكم شبه مغلاقة إلا استعجالي والأحداث وبعض الأمور أخرى ولكن ليست بالطلاق أو الزواج كانت وقفات الأدونات للزواج وقفات كذلك الأدونات الخاصة بالطلاق لكن بعدما أعلن على الفتح المحاكم أو أبواب المحاكم فيما يتعلق بالزواج وبالطلاق كانت الأدونات الخاصة بالزواج بالمقارنة مع السنوات الآخرة كانت قليلة جداً لماذا؟ لأن الأدونات الزواج هي متعلقة بالناس والناس كانوا يربطون الزواج بالحفل والحفل الزواج لحدود الآن ممنوع إقامتهم طرف وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة فلحدود الآن والآن اليوم أتحدث اليوم اليوم عندنا آخر إذن هو 17 ألف وتسعمية وتمانية واربعين معناها 18 ألف إذن الزواج في حين أن في السنة السابقة في هذه الفترة كانت تقريباً ما يناهج 30 ألف إذن بالزواج في المقابل الطلاق حقيقة كانت نوع من الخصومات وهي متعددة بين الأزواج وصنف في فترة الحجر الصحي لأن الأزمة المادية أو المالية هي التي دفعت بعض الأزواج إلى رفع قضاياهم إلى المحكمة الفترة التي كان في الحجر الصحي كانت المحاكم شبه مغلقة في هذا الباب لكن الآن مباشرة بعد فتح المحاكم الأعداد ارتفعت أعداد طلبات طلاق ارتفعت فنأخذ على سبيل المثال طلبات أو أدونات الطلاق الاتفاقي بعدما كانت في السنة المنصري ما في هذا الفترة بدأت كانت عندنا 880 أي مفهم آخر يمكن تقريباً 900 إذن بالطلاق الآن في شهر أكتوبر 4700 طلاق أو إذن بالطلاق وزيادة معناه أن هذه الفترة دي للحجر الصحي ساهمت في ارتفاع طلبات التطليق وكذلك طلب الطلاق وكذلك الأدونات التي أصدرتها محاكم المغرب وأنا هذه الأعداد التي أتحدث عنها عن محكمة دار البيضاء فقط محكمة الاجتماعية الاجتماعية إذن فإن أعداد الطلاقات أو الأدونات الخاصة بالطلاقات ارتفعت حقيقة وذلك راجع إلى الحزر الصحي والأزمة المالية التي لحقت جل الأسر المغربية نقلنا الأرقام إلى باحثة في علم الاجتماع التي اعتبرت أن الأزمة الاقتصادية والرواب النفسي الذي خلفته جائحة كورونا خلق نوعاً من العنف التواصلي بين الأزواج هو ممكن أن يكون العدد الطلاق ارتفع ولكن تريد أن نحتاطه لأنه أولاً ما حاكم كانت مسدودة تقريباً في فترة كل هذه الحجر أولاً ما زال ما لدينا أرقام لها رسمية لأنه يجمع المعطيات حاضرة لكي يكون ضغوطات داخل البيت وما بالأزواج وهالضغوطات سنعرفينهم مهما بعد أولاً كانت هذه الجائحة وهي خلقة واحد الرعب عند الإنسان خلقت واحد النوع ديال القلق ثم جاء الحجر الإنسان كان هو حر للزوج والزوجة حرين هم تخرجوا خارج البيت كل واحد فيهم عنده دور أو أدوار اللي هي بينة واضحة إلى آخره ففجأتان شنوقع لقوا الأزواج نفسهم بسدود اليوم في البيوت ففضأت لي هي ضيقة مع الأطفال ديالهم مع ضغوطات لناتجة على بعض عداد ديال والدين الأزواج اللي ما بقاش عندهم العمل ما بقاش المسائيل الماد ديال المادة ما بقاش تدخل أو قلت بزاف ثم كان هنا عداد ديالي الزانجواس اللي عاشوها الأزواج اللي هي ناتجة على العلاقة تدير مرأة مع راجل تتسدع اليوم في واحد الفضاء لابد لابد متى يخلقون يزاعات بيناتهم هاد العواميل كلها نزيدو عليها مثلا لتيري تخافاي العمل عن بعد اللي هو جديد واللي هو يعني أعصب عند يرتوتور كتير عند الزوج وعند الزوجة وكان واحد للمساءلة أخرى اللي هي وترتس بزاف بزاف الأزواج هي تم دروس ديال الأطفال عن بعد احنا عارفين بأن الناس لا يكون في العوام ما عندهمش مكانش عندهم تجهيز كلهم باش يقري ولدهم اللي عندهم جوج أو ثلاثة الأطفال تيخد مفقالة وحدة سمارتفون أو أغدين التوغ ليه وعندو الحض روى عندو أغدين التوغ واحد إذن هذه العواميل كلها جعلت باش يكون توتور كتير كتير في البيت ويمكننا نزيدو علي حاجة أخرى هي أن تكلمت على توزيع الأدوار هي أن البيت هو ملك المرأة تقريبا الملك ديال المرأة ديال الزوجة فالزوجة كان عندها عادات ديالها اللي هي تتمشى بهم فمن يقلس الراجل في الدار لها بدأ هذوك العادات كلها ترونت فالراجل ما يتيجي متان أن تي بغي يخدم في البيت يمكن المرأة تتعنفو بين قوسين شيئا ما يعني وتقول له هادش مشي شغلك فين كنتي شحل هدي من عام ده بعد بنت لك هاد مسألة بحالها كده فحنا هنا وصلنا لواحد نوع ديال التواصل اللي هو فيه العنف اللي حتى هو أدى لهاد الضغوطات اللي تنتكلموا عليا اللي بغي تنضيف بنسبة للطلاق تنظن بأن عدد ديال الطلبات اللي تحطوه في المحاكم يمكن يتراجع عليهم الأزواج مني تكن ريوسهم مسخان مني خرجهم الحجر مشاو داروا طلاب ديال طلاق تنظن بأنك هذا الطلب العدد دياله غدا ينقص أما بنسبة للزواج لاحظنا حقيقة بأن الزواج قل بزاف نظرا لأولا ما بقاوش أماكن في انتا يطلقوا الشباب ولو كانوا وسائل الإلكترونية يعني ما تجيش في المكان ديال اللقاء مثلا فاصة فاص ديال النساء مع الرجال أولا ثم العراس كانوا حفلات ديال العراس حتى وما تتلقوا فيهم بزاف ديال الشباب اللي تيقرن بعد باش تيتزوجوا فأولا كان الحجر ثانيا نحن نتكلم عن الزواج في المغرب ما يمكن لاش نفرقوهم الحفلات والحمد لله يعني تدقو الزواج تدقو الحفلات تدقو العرض تدقو العمارية إلى آخر فمن يوقعت هذه الأزمة المادية طبعا الشباب مبقوش للرجال للنساء للأسار ديالهم مبقاش عندهم الإمكانيات باش يخموه في الحفلات ثم الحفلات ممنوعين مازال الآن مع الأسف الحفلات رهم مازالا ممنوعين ثم ما كيش الخطر حتى الخطر باش الإنسان غاديمشي ويتلاقى يعني لهذا الوباء جال أن حتى المغال ما بقاش